سلام عليكم ايه زيكم عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير معكم سوما والنهاردة معنا فيديو جديد. اه زي ما انتم شايفين المطبخ عندي فحالة فضيعة. النهاردة هنرتبه و هننظفه و هنخليه اه زي الفل ان شاء الله. اه لايكات كتير. لايكات كتير يا جماعة الفيديو عشان الفيديو يترفعوا اكتر عدد من الناس يقدر يشوفه. اه هنرتب بقى المطبخ ايسر. اه هنرتب المطبخ دوت وهننظفه وهننظمه مع ايسر وهننظفه. وهنرتبه مع بعض عشان كده ما بحبش دايما ان انا اه اعمل لكم الفيديو بصوتي كده. علشان خاطر بقى الدوشة بتاعت الولاد والراغي الكتير بتاعهم وجد. فمترس الصوت علشان خاطر نشوف هنعمل مع بعض ايه بس بهدوه علشان خاطر الولاد. مبدئيا يا جماعة انتو تحسوا ان المطبخ بتاعي النهاردة ضربوا كده اعصار ضربوا آآ صواعق آآ في آآ برق رعد ما تفهموش ايه اللي حاصل فيه. بس انا هفهمكو كده واحدة واحدة علشان خاطر تفهموا ايه اللي كان حاصل يعني والدربكة دي كلها الزومها آآ زي ما انتو شايفين مطبخ مليان كياس ومليان مواعين ومليان يعني بصتوا متبهدل على الاخر. آآ هقول لكم بقى ايه? آآ دي كده كبدة على فكرة السعيبها بتصفي دمها يعني. آآ ايه اللي حصل مبارح وهنا كده في غسيل بيتغسل? طيب مبدئيا كده ايه اللي حصل مبارح? بس عايز اوريكم المطبخ كده ايه لفة كده سريعة فيه قبل ما نحكي ايه اللي حصل بقى ونعد نرغي. ده كده غسيل هيتغسل شايفين كمية الغسيل ولسه في دورة كمان على الارض اهي. غير الدورة اللي فوق على الثبت غير الدورة اللي في الغسالة. زي ما انتم شايفين كده الموعين كتير جدا جدا. طب انتي ما صبنتيهاش لي يا سوما ده انتي دايما تقعدوا تقولولنا في التعليقات في الفيديوهات لازم بيت المطبخ متشطب ولازم تبيته المطبخ متشطب طب سواني بس يا جماعة سواني بس. انا قلتلكم قبل كده ان في زروف بتبقى اوقات بتوقفك. يعني اوقات بتبقى في زروف موقفكي. ما تقدرش ان انتي تعملي المطبخ متقدرش انتي تخسير الغسيل. اه تعبانة نفسيتك اه يعني مش قدي كده. اه بس انا الظروف اللي حصلت معايا بقى كانت غير كده. المية كتقطع عندك يا سوما. لا والله المية كتشغالة عادي خالص. طب ايه المشكلة? المشكلة للمية كتطلعالي بريحة وحشة جدا. المية كتطلعالي تقريبا مية مجاري مش عارفة كان عندنا اه مشكلة في في المية بتاعت البلد عندنا يعني او في مصورة بقى كسرت او حاجة. المهم ان يعني المية فضلت قطعة مش قطعة شغالة بس بتطلع بمية مش مش حلوة. رحتها وحشة جدا مجاري جدا. اه تقريبا يوم ونص يعني تقريبا يوم ونص. اه فما كانش لا ينفع ان انا نخسل بها مواعين لان المواعين دي هيتحط فيها اكل واحنا مش نقصين فيروسات ومايكروبات وقرف. فآآ ما كانش ينفع خالص. آآ اني اعمل ايه? آآ ان اخسل بيها. ما كانش ينفع ان انا اخسل بيها لا غسيل ولا المواعين. المواعين هنحط فيها اكل وشرب. والغسيل احنا بنخسله علشان ينضف مش عشان يتوسخ بمية المجاري يا جماعة. فعشان كده انا مقدرتش ان انا اخسل آآ لغسيل بقى ليوم ونص يعني دخلنا في يومين. آآ ولا اصب المواعين ولا اعمل اي حاجة. فالمطبخ بقى اتشأل بحالة. وانتوا عارفين لما ببقى في مواعين في المطبخ. وخصوصا ان انا عندي الرخامة صغيرة جدا. آآ والحط صغيرة للحط دايق قوي. وكمان ما فيش مساحة ما فيش رخامة. آآ فالموضوع عندي من اي من ابسط شوية مواعين تلاقوا الدنيا تدربكت وتكركبت. فاستنيت بقى على راحتي خالص او على راحة المية لما نضفت تماما. آآ كنا جينا النهاردة كده الصبح. قمت لقيتها الحمد لله رجعت لعقلها تاني. ونضفت ونزلة ايه رحتها مظبوطة. بس قلت يعني آآ هروح السوق علشان خاطر الحق السوق بدري يعني آآ قبل حظر التجول بقى وقبل الحاجات دي كلها. آآ خصوصا ان كمان الناس عندنا في البلد غير غير برا يعني. عندنا عاملين حظر تجول من مزاجهم كده يعني. آآ الناس قاعدة في بيوتها ومقفلها المحلات ومحدش بيخرج ومحدش بينزل كده من مزاجها من غير ايه حظر تجول ولا اي حاجة. آآ فا آآ قلت بقى الحق بدري علشان خاطر اجيب الحاجة اللي انا محتاجها. او الحاجة اللي انا هلاقيها. لان انا ما لقيتش كل الحاجات اللي انا محتاجها. انا لقيت اللي موجود جبته. آآ والباقي بقى قلت في اي يوم تاني ان شاء الله لاني عندي بواقي لستة في التلاجة مسلا كم قطاية مش عارف ايه ولستة عندي كمان قطة انفرزها. في يعني قلت الحاجات اللي مش موجودة هاجبها في يوم تاني ان شاء الله بازن الله لو ربنا احيانا ودينا العمر. فزي ما انتم شايفين كده بتديت بقى ان انا اصب من الموعين علشان خاطر آآ ديت اكتر حاجة هتروأ لي المطبخ وهحس ان انا كده ايه يعني الدنيا هتبقى اهدى واروأ. آآ بالنسبة يا جماعة موضوع غسالة الاطباق اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت وقلت لكم قلولي حلول. وقلولي ممكن نحط غسالة الاطباق خيلا وجبناها وقلولي انواحها متشكلة جدا جدا على زوقكو. آآ ناس كتير قالتلي على انواح حلوة قوي. وكمان ناس كتيرة جدا 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 جدا. نصحتني ان انا لازم اجيبها في اسرع وقت. بصوا هنا كده. لما بحط كده الكبدة في آآ في حاجة اصف فيها يعني. تنزل بقى كل الدم اللي فيها وبتبقى آآ زي الفل. آآ طيب فيه كمان مجموعة من الناس قليلة جدا. يعني تقريبا تعليق تعليقين. قالوا لي انتم هتعقدونا ليه من آآ من الغسل الموعين. احنا كنا بنتشجع بيكم. آآ خلاص كلكو دلوقتي عايزين تشتروا غسالات آآ اطباق مش عارف ايه. يا جماعة انا لو زي زيكم والله العظيم ما كنت عمري ابدا هفكر في آآ في غسالة اطباق. الفكرة كلها يا جماعة ان احنا يوتيوبر ان احنا بنصور لكم في يعني لما باجي اعمل وصفة مش بعمل الغدا زيكم كده انا ممكن اعمل الوصفة في صنية واحدة وما لاقيش غير بعد يعني بعد ما خلص الوصفة وانا ست في بيتي آآ غير صنية وكان معلقة وطبقين فدول هيتعبوني في ايه? لكن انا عشان اقدم لك وصفة تبقى مظبوطة وتفهمها كويس بحط مسلا آآ لو هعمل صنية ببطاطس بحط الطماطم في طبق البصل في طبق الفلفل في طبق الفراخ في طبق البطاطس آآ نفسها في طبق آآ كل حاجة بيبقى يعني الموضوع بيبقى صعب علينا احنا كيوتيوبر لان احنا بنستهلك مواعين كتير علشان نوصل لكم المعلومة بطريقة حلوة وبشكل نظيف وبشكل جميل لكن انا لو ست بيت عادي كده في بيتي يعني هتلاقي الموضوع سهل وبسيط ومش احتاج غسطلة اطباق فانا لو بجد والله مش يوتيوبر عمري ما كنت هفكر آآ في الغسطلة الاطباق آآ خالص آآ لان الموضوع كان الاول سهل لكن الموضوع دلوقتي ما شاء الله بقينا بدل ما كنا اتنين بقينا ما شاء الله اربعة آآ الاول ما كنتش بصور ما كنتش بنزل الفيديوهات لأ دلوقتي بصور وبنزل فيديوهات بنزل طبخ بنزل وصفات حلو فكل دوت بيستهلك معايا مواعين كتير جدا 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 غير طبعا عنايتي بولادي غير عنايتي ببيتي فآآ انا جايبها بس لسبب ده مش اكتر ده بالنسبة للناس اللي انتقدت انا حبيت ارد عليكم باسلوف حلو علشان تفهموني اكتر آآ حبيت ان انا آآ اوريكو كده جولة سريعة كده ايه اللي انا جبته مكارونات بقى ورز وسكر واللحمة مفرومة وصدور فراخ آآ الاكل السريع جدا اللي احنا ممكن نعمله الايام دي ده كده آآ لبر رايب آآ وكمان آآ جبنا قديمة جبنا مش آآ يعني كوفي ميكسيكان خلص جبتك كمان الكبدة دي علشان آآ نتغدى بيها آآ جبت كمان كمية كده كبيرة من الخضرة علشان خاطر عايزة اخزم منها آآ ادي كده الطبقين بتوع صدور الفراخ واللحمة هدخلهم على طول الفريزر انا باخصل صدور الفراخ بعد ما بخرجها قبل ما بستخدمها على طول بنقحف خل ولمون وآآ ملح آآ بتبقى زي الفل هنا كده هنعمل الغدى بقى مع بعض هنعمل الكبدة يعني هو وجبة سريعة جدا لان خلاص اليوم كان آآ يعني بيقول لي خلاص انا ماشي مع استلامة فقلت الحق بقى بسرعة قبل ما يجري مني كده آآ حطت زيت على النار وابتدت ان انا سخنوا آآ شفتوا كده معايا كمان آآ طلعت كم فصتهم هبتدي ان انا آآ ادقهم في الهون يعني وكمان دوت فلفل رومي طبعا بتبقى فظيعة جدا بالفلفل الحامي بس للأسف آآ مش هقدر اضيفه علشان خطر ولادي آآ فانا هضيف فلفل رومي بس ولو عوزنا ان احنا يعني نخليها مشتشطة شوية آآ بنحط يعني شطة جنبنا وكل واحد بيحط قدامه علشان الولاد بس آآ هقطع كده الفلفل اللي هو الرومي آآ مربعات كده آآ مش تغير قوي علشان خاطر هي كده كده هيدبل مع الكبدة يعني هنا كده عبال ما قطعت الفلفل كان الزيت سخن كويس قوي جدا يعني آآ ونزلت فيه الكبدة وهقلبها بقى كويس قوي علشان خاطر آآ يختفي كده الدم دوت واللون الاحمر اللي انتو شايفينه ده وتاخد لون التسوية يعني ايه تتشمع كده من وقت للتاني كده هقلب فيها زي ما انتو شايفين كده طبعا هنحضر كده غدوة سريعة جدا 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 طيب بعد ما تشمعت هفتح كده آآ فتحة في النص وفي الوقت ده كنت دقت التوم وهحط كده التوم كده في النص وهقلبه لغاية لما حس ان ريحته بدأت تطلع اروح على طول آآ موزعه مع باقي الكبدة وهنا كده معايا رشة من الفلفل الاصمر طبعا رشة كده تكون حلوة لان الكبدة بتحب الفلفل الاصمر جدا طبعا معايا مكعب مرأ والناس اللي مش من هوات مكعبات المرأ ما تحطوش يعني بس انا بحب طعمه صراحة آآ وكمان الكبدة السوري الفلفل آآ الفلفل كل مكان اكتر آآ انا بصراحة ما اقتنعتش بالشوية اللي انا حطيتهم دول يعني آآ الفلفل كل مكان آآ كميته اكبر كل مكان آآ احسن آآ بيدي طعم كده وآآ وتحسيها زي اكتر زي بتاعت الشارع مش مش بيتي لا كل مكان الفلفل فيها اكتر تحسيها اكتر كده زي بتاعت الشارع بالزبط هنا كمان آآ سبتها بقى تستوي وابتديت ان انا اعمل صلطة آآ بالموجود ما لقيتش عندي خيار وما لقيتش في السوق خيار فعملت كده بالموجود آآ خضرة بقى من احنا لسه جاي بينها وبصل وطماطم وفلفل آآ وابتديت بقى ان انا حطت لها شوية توابل دق او آآ وفلفل اصمر آآ وشوية كمون وكمان نصف لمونة ورشة من الخل وكمان قبل مطفي على طول على الكبدة ضفت عليها لمونة كاملة ورشة كده بسيطة يعني حوالي معلقة كبيرة من الخل وقلبتها كده مع بعضها آآ هنا كده كانت الكبدة خلاص استوت وهبتدي ان انا احطها في الاطباق يعني بصوا اسهل وجبة ممكن تتعمل في التاريخ خلاص كده هنقدم بقى شايفين بقى الصفرة السريعة بتاعتنا دي آآ بموت انا بقى في الحاجات دي بموت في الحاجات السريعة دي اللي ما بتاخدش وقت ولا عك ولا وقفة كتير في المطبخ ولا موعي يعني حاجات سهلة كده وبسيطة آآ طبعا كده بنكلها بالعيش معروفة يعني مفيش فينه دلوقتي فعيش على طول آآ والعيش البلدي الجميل بتاعنا ده بعد ما كاننا بقى هبتدي ان انا آآ اعمل ايه طبعا جزي كان خلاص آآ نزل راح الشغل آآ لانه للأسف آآ يعني ما بياخدش اجازات آآ او آآ مش متاح ليه فرصة ان هو ياخد اجازة آآ فعملت بقى الشاي لوحدي لانه كان آآ مش يعني آآ هنا كده كنت الدورة اللي انا ورتها لكم كانت خلاص خلصت دي كانت دورة الوان على فكرة آآ فهبتدي ان انا اطلع الهدوم اللي فيها ولان آآ آآ يعني الدورة كانت خلصت من بدري قبل ما نحط الاكل وناكل يعني فانا هشغل يعني عدة تقريبا ساعة لربع على الدورة دي فهحط كمان دورة الوان لان كان عندي الوان كتير قوي وهشغل عليها كده زي ما انتم شايفين برضو علشان تتغسل وطبعا زي ما اتفقنا اللي انا سبت الغسالة تستريح تقريبا ساعة لربع تقريبا عبال بقى ما حضرت الغداء وكان هنا كده رصيت كل المواعين اللي كانت آآ انا صبنتها من شوية وسبتها في الصفاية علشان خاطر افضي مكان للمواعين الجديدة شايفين بقى اللي انا بقول لكم عليه آآ هو ده اللي انا بحكي لكم عليه يعني آآ ادي المواعين الجديدة برضو غسلتها وآآ حطتها كده على جنب وشطفت كده الرخامة كويس قوي وهبتدي اعمل ايه دلوقتي آآ هجيب طبق كبير بقى يعني انا جايبة كمية كبيرة من الخضرة ومن الخص آآ علشان خاطر نخسل الخضرة والخص ده كويس قوي لازم يكون طبق واسع عبال بقى ما الطبق الواسع ده يتملي هبتدي ان انا انضف الخضرة بتاعتي كده زي ما انتم شايفين طبعا بتبقى الخضرة جميلة جدا بس بيبقى فيها آآ حاجات كده لازم تستغني عنها لونها اصفر دبلانة مش حلوة آآ فلازم بستغنى عنها يعني وطبعا انتم عارفين ما برميش حاجة كل الحاجات اللي انا بستغنى عنها دي هب في كيس هب على فوق عند الطيور على طول آآ فاعادة تدوير منزلية كده يعني ما بستغناش عن عن حاجنا يعني اهو زي ما انتم شايفين اي حاجة دبلانة او صفرة بشيلها وعلى طول بحط كده اللي انا نضفته آآ في قلب الطبق يعني بعملها كميات كميات شوية شوية آآ هنا كده هبتدي خلاص خلصت كده الكزبرة والبقدونس آآ فاضل الشبت هبتدي برضو اقطع الحتة التخينة اللي بتبقى في الشبت من تحت بيبقى في حتة عرق تخين قوي كده ده بستغنى عنه خالص وباخد ايه بقطف الشبت الرفيع من فوق آآ كمان علشان يبقى قصير كده برضو هنضفه بنفس الطريقة وهشيل منه كل الاصفر بصوا بقى اللي طلع من الخضرة ما شاء الله يعني شنطة كبيرة كده آآ ديت كده كلها تطلع للتيور آآ هنا كده خلاص آآ غسلت كده الخضرة كويس قوي آآ وطبعا حطينا زي ما اتفقنا علشان ننضف ونعقم الخضرة كويس حطيت عليها شوية خل وهبتدي بقى ان انا نغسلها كويس خالص شايفين بقى المية بتاعة الخضرة آآ بتحسيها طينت كده شايفين الطينة كمان نزلة من الارضية لازم بقى تتغسل مرة واتنين وتلاتة علشان تنضف كويس خالص طول ما انا واقفة بقى يعني بالم آآ الرخامة بنضفها آآ علشان خاطر زي ما اتفقنا الرخامة صغيرة فانا لازم انضفها اول باول علشان افضي مكان اللي هعمله بعد كده هنا كده الخص طبعا الخص بيقول لنا مع السلامة انا ماشي باي باي كل سنة وانتو طيبين الشتة كده خلاص يعني ايه آآ بيقول وداعا وآآ خلاص بدأت الشمس اتحروقه طبعا الناس الجماعة الحبايبنا الفلاحين عارفين ان الشمس بتيجي كده في اخر موسم الخص بتحروق كده الورق بتاعه فهو خلاص كده بيقول لنا مع السلامة يعني عشان كده الورق بتاعه متحروق شوية من الشمس آآ فانا هنضف على قد ما اقدر والباقي يعني قبل الاكل على طول كده هنبقى نشيله عادي خالص وبعمل ايه بقطع كده الخصايا اتنين علشان خاطر اي طراب او اي حاجة كده آآ في الخصايا تنزل وتتعقم كويس من جوه علشان طبعا الولاد لما يكلوها آآ ابقى عارفة ان هي يعني تمام جدا ما فيهاش اي حاجة اي مشاكل ولا طراب بقى ولا ولا بكتريا ولا اي حاجة آآ وخدوا بالكم دايما بيبقى ماسك في الخضرة كده زي دود من جوه آآ الدود اللي هو الصحي يعني بتاع بتاع الارض الزراعية يعني فانت لازم تتخلصي منه نقعت كده الخضرة كويس قوي وهبتدي ان انا اصفيها بقى في مصفة شايفين بقى المية نظيفة ازاي ما بسيبش الخضرة بتاعتي او اي حاجة بكون بخسلها لما يكون المية بتاعتها نظيفة كده فنفس المية طبعا مش هستغنى عنها لان فيها خل هنقع برضو الخص بس دي هتأول نقعة يعني لان كده كده المية دي هتترمي وهعبي مية تانية ومرة تالتة لغاية لما الخص برضو ينضف كده شايفين بقى اول ما نقعته نزل كده الطينة بتاعته كلها هصفي وهملة وهصفي وهملة لغاية لما المية تنضف خالص خالص آآ وتبقى زي الفل يا جماعة آه معاها بقى كده وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا آآ بخسل كده الخاص كويس جدا من جوة علشان خاطر اي تراب ولا اي حاجة مسكة فيه طبعا تحت الحنفية كده على طول هتلاقي اي حاجة مسكة في الخصية بتاعتك نزلت طبعا اي عود تلاقي قدامك بقى محتاج ان هو يترمي او في اي حاجة او في دودة وكلاء او كده طبعا استغني عنه فورا اهو يا جماعة الحتة المتحروقة دي بقشر من عليها بتاعة دي بتاعتها الخضرة دي من برة وباكلها عايزة جدا بتبقى فضيعة بنشتف بقى الرخامة تاني اهو وهسيبهم يتصفوا لغاية بقى لما نخسل البوتجاز لان البوتجاز دي ما انت شوفته كان معكوك من قبل ما نطبخ عليه اساسا اه فعايز له غسلة حلوة كده النهاردة طبعا بقماشة فيها اه صابون ومية وهبتدي امشي على الحوامل الظهر دي اه اعملها كده ايه ابوشها يعني بمعنى اصح ابوشها وبعد كده هشتفها تحت الحنفية اه وهلم كده كل اللي على البوتجاز اه وهشتف بقى القماشة وهبتدي ان انا ألم الصابون طبعا شايفين اللمعة اللي فيه بقى بكل بساطة كده وبكل ستولة بدون اي تعب ولا اي مجهود ولا اي حاجة لمنا كده سطابون قماشة قطن اي قماشة قطن عندك ولماعي بيها بدون ملمع زجاج بدون اي حاجة ما شاء الله لمعته زي الفلة هو علشان ادنا فيه على طول حتى لو سبناه يوم او يوم ونص بس برضو بتلاقيه برضو محافظ على نفسه خلصت البوتجاز وحطيت الحوامل مرة تانية ودي كده يا جماعة المطبخ راق وبقى زي الفل دي كده الموعين رقم اتنين اللي احنا عملناها التانية يعني آآ سايبها برضو الصفة وشطبت المطبخ ورصيت كل الحاجات اللي انا شرياها سواء خضرة سواء آآ سواء فاكهة سواء آآ اي حاجة آآ رصيتها كده في اطباق ودخلتها التلاجة بعد ما اتشطفت آآ كويس قوي مع ده الموز طبعا الموز ما ما عملش في اي حاجة آآ كده كده انا ببقشره لولادي واحدة واحدة وبديهم في يعني بديهم الموزايا في اديهم وبخسل ايدي على طول اهو دي الموز ودي الاناناس او كانتالوب يعني على حسب في ناس بتسميها الناس وفي ناس بتسميه كانتالوب بس هو المسمى الصحيح بتاعه كانتالوب يعني وكانست الارض وخلتها زي الفل دلوقتي بعد بقى ما الخضرة اتصفت كويس قوي هبتدي ان انا اقطحها كده شوية شوية الرخامة طبعا احنا ريس تغسلينها ومنضفينها مع بعض كويس جدا فانا هبتدي كده ان نقسم كده الخضرة آآ نصين وهبتدي بقى ان ايه اقطحها كده اساوي كده الطرف واطحها بقى تقطيع ناعم وهبتدي ان انا عبيهم في اكياس ودخلهم الفريزر وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهار ده انتهى لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم حلوة وصباح الفل والنشاط على عينكم واخر حاجة والهالكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته